الجوانب اللغوية الجوانب اللغوية في كتابة الرسالة زي ما هناك جوانب فنية هناك جوانب لغوية تتعلق باللغة طريقة استخدام اللغة اللغة المستخدمة الأخطاء طبعا تشمل الجوانب اللغوية مدى التزام الرسالة بكواعد اللغة سواء كانت عربية أم أجنبية فكل لها قواعد فالكاتب المهر الملم باللغة العربية يكتب رسالة ضمن كواعد صحيحة ويكون قادر على صياغة هذه الرسالة بلغة سليمة خالية من الأخطاء سواء كانت نحوية أو إملائية لأن الأخطاء تدل على ضعف الرسالة وضعف الشخص المرسل وبالتالي تلاقي الجمود عند المرسل إليه قد يؤخر عملية الرد لأنه شعر أن هذه الرسالة ليست قوية طبعا هناك كما ذكرنا من الأخطاء النحوية التي قد يقع بها الشخص الكاتب الرسالة من هذه يمكن تلخيص الأخطاء اللغوية في النواحي التالية لأنها تعتبر من الجوانب اللغوية هذه الأخطاء اللغوية قد تكون أولا في الأخطاء النحوية الأخطاء النحوية الأخطاء النحوية طبعا هي عدم استخدام كواعد اللغة العربية السليمة في كتابة الرسالة استخدام كواعد غير صحيعة زي كواعد الفعل الفاعل المفعول فيه المبتدأ والخبر عملية النصب الرفع الضمير الأفعال الخمسة المذكر السالم المؤنث السالم العطف الماضي المضارع الفعل المستمر المضارع المستمر كل هذه من الأخطاء النحوية طبعا نلاحظ منها أولا تأنيث الفعل هذه من بعض الأخطاء التي قد يقع بها شخص كاتب الرسالة كاتب الرسالة نائب الفاعل نائب الفاعل حيث يتم حذ الفاعل ويطرأ تغيير على لفظ الفعل مثال أن نقول دهشة محمد من المفاجأ هذا صيغة نائب الفاعل عندنا أيضا جزم الفعل المضارع جزم الفعل المضارع يجزم الفعل المضارع إذا سبكه أو سبك بأداة الجزم مثل لا لم طبعا لا هي الناهية ولم لم يخشى لا تعتبر لا تكتب الرسالة لا الناهية عن المنع طبعا أيضا هناك الأفعال الخمسة أب حم أخ إلى آخر يجب استخدام استخدام صحيح فعندنا المثنى المثنى هو مدلة على اثنين أو اثنتين بزيادة مثل طبعا تثنيات الاسم الصحيح هي عملية لا يحدث في مفرد أي تغيير عند التثنية يجب ملاحظ ذلك مثل أن نقول كتاب كتابان كتابين العطف العطف والمعطوف عليه واو العطف هناك أدوات العطف كثيرة يعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل بحروف تسمى حروف العطف هي كالواو طبعا الواو تفيد الجم مثل أن نقول يعلم الله السر والجهر هنا تفيد الجم الف تفيد الترتيب والتعقيب أقبل الضابط فالجنود ثم تفيد الترتيب ثم التراخي خرج محمود ثم أحمد أو تفيد التغيير أو التغير أو الشك جاء عبد الله أو محمود أم تفيد طلب تعيين أحد شيئين التخيير لا تفيد إثبات الحكم للمعطوف عليه حتى تفيد الغاية الوسيلة والغاية المتسابكون حتى الأخير تفيد الغاية بل تفيد العدول لكن تفيد الاستدراك وهكذا هذه من الأخطاء النحوية ثانيا الأخطاء الإملائية الأخطاء الإملائية طبعا الأخطاء الإملائية من الأخطاء الشععة في كتابة في كتابة الرسائل طبعا هذه تعطيها نوع من عدم القوة والشعور بالله مبالاة يشعر المستقبل بعدم قوة الرسالة واللمبالاة قد تتأخر عملية الرد بسبب وجود أخطاء إملائية وعادة ما تكون الأخطاء الإملائية الشععة في كتابة الهمزة ملاحظين الهمزة قد تكون على يا قد تكون على واو قد تكون بداية الكلمة وسط الكلمة نهاية الكلمة طبعا نعطي بعض هذه الأخطاء أو بعض التفاصيل البسيطة في حال كتابة الهمزة في أول الكلمة أو في حال كتابة الهمزة في وسط الكلمة طبعا لها أربعة مواضع تكتب الهمزة منفردة إذا كان الساكن معتلا بالياء تكتب الهمزة على كرسي مثل مروءة تكتب الهمزة على كرسي إذا كان الساكن معتلا بالياء مثل شيئان وهكذا إذا كانت الهمزة مضمومة أو مفتوحة لها طريقة كتابة الهمزة في وسط الكلمة لها أيضا طريقة كتابة الهمزة في وسط الكلمة وكتابتها على ياء زي فياء كتابة الهمزة في وسط الكلمة لها طريقة أخرى إذا رفع بعد الهمزة حرف مد مثل روف رئيس وهكذا في حال كتابة الهمزة في آخر الكلمة طبعا تكتب على خمسة مواضع هذه من الأخطاء الإملائية التي قد يقع فيها المرسل عند كتابة للرسالة وبالتالي تتصف الرسالة بالضعف وتكون ضعيفة رقيقة ضعيفة رقيقة ليش لأنه لم يجد كواعد الإملاء في عملية كتابة الرسالة ثالثا الأخطاء في كواعد كتابة العداد هذه من الأمور المهمة لأنه لا يوجد أي رسالة تخلو من العداد طبعا العداد هذه تحتاج إلى ترجمة نكتبها كتابة طبعا هناك بعض الأخطاء التي يقع بها الشخص كاتب الرسالة هناك بعض الكواعد في كتابة العداد نذكر منها بشكل مختصر وبسيط أولا العددان واحد واثنان يوفقان المعدود في التذكير والتأنيف ولا يذكر المعدود بعدهما مثل أن نقول كتاب واحد كتابان اثنان ولا يقال واحد كتاب الأعداد من ثلاث إلى عشرة تكون مخالفة للمعدود فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر كأن نقول ثلاثة رجال والأعداد من أو الأرقام من احداش إلى اطناش وافقان المعدود في التذكير والتأنيف مثل أن نقول اشتريت احد عشرة ديكا واثنتين عشرة دجاجة الأعداد من ثلاثتاش إلى تسعتاش يكون العدد الأول مخالف للمعدود والثاني يوافق في التذكير والتأنيف كأن نقول أربعة عشرة جملا الأعداد من عشرين إلى تسعين لا يطرع عليها تغيير بتأنيف المعدود أو تذكير ويكون المميز بعدها مفردا منصوبا كأن نقول عشرون رجلا ثلاثون امرأة أخيرا من مية إلى ألف لا يتغير لفظهما ويذكر المميز بعدها مفردا مضافا إلى العدد كأن نقول مئة قلم ألف كراسة ألف قلم منصوبا